عيد النصر يأتي إحياءً للذكرى السابعة والسبعين لإعلان الاتحاد السوفيتي استسلام ألمانيا بالحرب العالمية الثانية عام 1945 وتحرص موسكو على تنظيم عرض عسكري بهذه المناسبة في الساحة الحمراء لاستعراض أحدث ما تملكه من معدات عسكرية في التاسع من مايو من كل عام تحتفل روسيا بعيد النصر في الحرب العالمية الثانية ويعد هذا اليوم مناسبة وطنية لا مثيل لها في روسيا ويكتسب الاحتفال هذا العام أهمية خاصة للجيش الروسي حيث يأتي في ظل العملية العسكرية داخل أوكرانيا في أدنباص الآن يقاتل الجيش الروسي حيث يقومون بمواجهة أولئك الذين كانوا قد تجمعوا في تلك المناطق ويسمي الأسماء من أولئك الأبطال الذين كانوا قد ضحوا هناك وتوجهوا الآن إلى القوات المسلحة الروسية وقوات الدنباص أنتم تقاتلون من أجل الوطن يرجع الاحتفال بهذا اليوم إلى إعلان حكومة الاتحاد السوفيتي السابق استسلام ألمانيا في التاسع من مايو بعد إعلان هذا الاستسلام في برلين وأصبح يوم التاسع من مايو من كل عام يوما يحتفل به الاتحاد السوفيتي ومن بعده روسيا بالانتصار في الحرب العالمية الثانية ننحني إجلالا لهذه الذكرى المضيئة لكل الأبناء والبنات للأباء والأمهات للأجداد والأزواج والزوجات للإخوة والأخوات لرفاق السلاح والأقارب والأصدقاء لكل من لم يرجعوا أبدا من تلك الحرب ولكل من غاب عنه وبهذه المناسبة يقام عرض عسكري في الساحة الحمراء تستعرض فيه موسكو أحدث أسلحتها